أعزائي الطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي مع بداية شرح منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترمي الأول إن شاء الله دي أول سنة بناخد فيها دراسات اجتماعية فعايزين نعرف طبعا إن الدراسات الاجتماعية مادة مشوقة ومادة لذيذة وإن شاء الله يكون المنهج معنا سهل وبسيط بإذن الله تعالوا نتعرف على أهم الدروس اللي عندنا في الوحدة الأولى الوحدة الأولى بعنوان بلدنا ورموزه الوطنية طبعا دروس الوحدة خمس دروس الدرس الأول زي ما احنا شايفين كده أدوات تحديد المواقع وهو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله الدرس الثاني المصادر الأولية والمصادر الثانوية الدرس الثالث بعنوان موقع مصر بالنسبة إلى العالم الدرس الرابع محافظات مصر الدرس الخامس رموز بلدي طبعا نتعرف مع بعض إيه أهم الأهداف اللي احنا مطلوب مننا في آخر الدرس إن احنا نحققها وإيه أهم المهارات اللي مطلوب من الطالب إن هو يتقنها أول هدف إن الطالب يحدد العناصر الأساسية للخريطة طبعا عندنا عناصر أساسية للخريطة سبع عناصر هنتكلم عنهم نعرف شكل كله عنصر ودوره وأهميته تاني حاجة نستخدم وردة البصلة لتحديد الاتجاهات الأصلية والفرعية نعرف شكلها ونستخدمها في تحديد الاتجاهات ونقدر نحدد اتجاه مكان لمكان ونستخدام طبعا الاتجاهات الأصلية والفرعية نشرح أهمية الخريطة هنتكلم عن أهمية الخريطة لشخصيات متعددة ومهن متعددة تالت حاجة نستنتج أوجه الاختلاف ما بين الخرائط والصور الجوية والصور الفضائي أهم المفاهيم معنا في الدرس اللي مطلوب من الطالب إن هو يتمكن منها ويحفظها ويفهم معناها مفهوم الخريطة مفهوم مقياس الرسم مفتاح الخريطة وردة البصلة شبكة خطوط الطول ودغير العرض الصور الجوية الصور الفضائي طبعا نتكلم الأول على الخريطة وتعرفها هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز الألوان مقياس رسم محد طب ما إيه معنى الكلام ده؟ طبعا مهارة نقدر نبدأ بيها الأول كده خطوة بسيطة مع الطلبة والطالب يقدر يعملها مع نفسه نحاول يرسم خريطة للغرفة اللي هو قاعد فيها خريطة للفصل بتاعه في المدرسة خريطة للبيت خريطة للمدرسة اللي هو فيها تماء باستخدام رموز وألوان ومقياس رسم فيبدأ أنه يحدد مثلا أبعاد الأوضة اللي هو قاعد فيها أو أبعاد الفصل مثلا في المدرسة فيرسم أن الفصل مثلا الطول بتاعه مثلا عشرة متر في ستة متر تماء يبدأ يستخدم مثلا لكل متر على الطبيعة سنتي واحد على الخريطة فيرسم مستطيل في الورقة كده أبعاده عشرة سنتي في ستة سنتي وبعدين يبدأ يحدد الباب بتاع الفصل من أهل اتجاه الشبابيك من أهل اتجاه الصبورة اللي عليها المدرس في أهل اتجاه يبدأ يرسم كده كروكي التخط أسامي الطلبة اللي قاعد في كل تاخته تمام دي التدريب بسيط كده يقدر من خلال الطالب يفهم يعني إيه خريطة فيستخدم هنا بقى رموز للمقاعد مثلا والديسكات الموجودة في الفصل رمز للصبورة مثلا رمز للباق رمز للشبابيك اللي موجودة في الفصل لو كان في مراوح مثلا أو شاشة تفاعلية أو أي حاجة برضو ممكن يعملها برموز ممكن يستخدم ألوان عشان يحدد حاجة جوه الفصل أو بره الفصل يعني لو هيرسم بقى خريطة للمدرسة ممكن يلون الملعب بلون معين يرسم الحديقة اللي في المدرسة يلونها طبعا باللون الأخضر مثلا المبنى بتاع المدرسة يلونه بلون معين طبعا كل ده في الآخر يديله خريطة للمدرسة ويبسط فكرة الخريطة بالنسبة للطالب طيب بعد كده عناصر بقى الخريطة عشان يرسم خريطة أي خريطة زي دي مثلا بس دي طبعا خريطة لمصر كلها لازم الأول يحدد عنوان للخريطة فيقول أن الخريطة اللي موجودة قدامنا ديت هي خريطة لبعض المدن المصرية يعني الهدف من الخريطة ديت أن أنا أعرف مواقع أو أماكن بعض المدن المصرية زي ما موجود كده أصوان لؤسر الغرداء شرم الشيخ وهكذا يبدأ العنوان الخريطة إيه هميته يشير إلى الموضوع الذي تتناوله لإيه الخريطة تاني حاجة مفتاح الخريطة بعد ما عناية لازم أي خريطة عندي في الكتاب المدرسي أو في الامتحان أو في أي حاجة أبص على عنوانها الأول بعد ما أبص على العنوان أبدأ أبص على مفتاح الخريطة اللي من خلاله هعرف أن الخط اللي باللون السود المتعرج ده ما صوت به نهر النيل أما اللون الأزرق على الخريطة فده بيدل على البحار والبحيرات فهنا بحيرة ناصر البحر الأحمر البحر المتوسط وطبعا المسطحات المائية زي الخلجان خليج العقبة وخليج السويس العاصمة السياسية لمصر لجمهورية مصر العربية طبعا هي مدينة القاهرة المدن الرئيسية اللي هو طبعا بيتكلم عنها ايه واخدى رمز تايرة سود بعد كده مقياس الرسم لو أنا عايز أعرف المسافة من أسيوت للقاهرة أبص تحت هنا حيقول لي والله إن المسافة ديت تقريبا تمثل ميت كيلو طيب المسافة ديت واحد سنتي أو غيره أنا حقيس المسافة من أسيوت للقاهرة هتطلع عندي مثلا تلاتة سنتي أو أربعة سنتي زي ما هو يعني بيمثل لي هنا بس طبعا لو الخريطة مرسومة قدامي على ورقة أو على كتاب أو كده أقدر إنها بالمصدرة بسهولة أقيس الأبعاد ما بين أي مكاني وبناء على البعد ده أنا هعرف إن مثلا كل سنتي بيمثله ميت كيلو طيب المسافة من أسيوت للقاهرة أربعة سنتي يبقى إذن حضرب لربعة سنتي في ميت كيلو هتطلع لي ربعمائة كيلو متر هي المسافة من أسيوت إلى القاهرة مسائل بسيطة وطبعا في مادة الرياضيات الطلبة خدوا المسائل ديت فطبعا الأمور بالنسبة لهم مجرد تكرار يعني أو تكامل ما بين المناهج فكرة لاستخدام مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة فلما أقول إن كل سنتي بيمثل عشر كيلو متر ميت كيلو متر خمسين كيلو متر فبقيس المسافة ما بين المدن وأضربها في المقياس اللي هو عشر كيلو خمسين كيلو ميت كيلو فيطلع لي الناتج على حسب اللي أنا ضارب فيه طيب تاني حاجة وردة البصلة طبعا ديت من المهارات اللي أنا قلت في الأول لازم الطالب يتعلم استخدامها تعلم استخدامها إزاي؟ إن إحنا هنا السنتر أو المركز فأنا لو عايز أقول له مثلا أنت وقف هنا في القاهرة طيب لو بصت في الشارق هتلاقي إيه؟ هنلاقي مدينة السويس لو بصت في شمال شرق القاهرة هتلاقي محافظة الشرقي شمال القاهرة هتلاقي محافظة القليوبي الشمال الغربي برضو جزء من محافظة القليوبي في الغرب هنلاقي محافظة الجيزة في الجنوب الغربي هنلاقي برضو أجزاء من محافظة الجيزة ومحافظة الفيو في الجنوب هنلاقي محافظة بنسوي تمام؟ فيقدر الطالب مهم جدا إن إحنا نحدد المكان ده في مشكلة بطلغبة الطالب إن أنا هو متعود إن البحر الأحمر في شارك مصر طيب مصر بالنسبة للبحر الأحمر فين؟ في جهة الغرب أو البحر المتوسط في شمال مصر طيب مصر بالنسبة له فيه؟ طيب مصر بالنسبة له في الجنوب هي حتة مهمة إن الطالب يفهمها أنا أحدد مكاني الأول وبعدين أبص على حسب الاتجاه ده في الشمال عكسه الجنوب وعند الشرق عكسه الغرب طبعاً ده لتحديد الاتجاهات على الخريطة أو توجيه الخريطة يعني أنا لو معي خريطة وعايز أعرف مصر والبحر المتوسط البحر الأحمر فيه؟ لازم الأول أوجه الخريطة إلى اتجاه الشمال طالما أوجهتها اتجاه الشمال أقدر أحدد اتجاه الشرق والغرب والجنوب وبالتالي أحدد كمان الجهات الفرعية إيبا تساعد في تحديد موقع معين على الخريطة بالنسبة للمواقع الأخرى كما أنها توضح الاتجاهات الأصلية والفرعية على الخريطة وهي ضرورية طبعاً وهي تبقى موجودة في ركن من أركان الخريطة وفي بعض الخريط برضو عشان الطلبة ما تحترش يعني ممكن نلاقي اتجاه الشمال بس طبعاً بسهولة نقدر برضو نحدد الباقي لكن غالباً الوزارة يعني في الكتب المرحلة الابتدائية كلها موجود فيها وردة البصلة بس عشان لو الطالب بصل أي خريطة تانية ولقى ما فيش غير اتجاه الشمال برضو ده ما فيش مشكلة خالص هي نفس الفكرة اتجاه الشمال اهو يبقى عكسه جنوب يبقى هنا شرق يبقى هنا غرب اقدر انا اكمل بقيت لاتجاهات طيب تاني حاجة في عندنا برضو حاجة اسمها شبكة خطوط الطول ودوائر العرض طبعاً الارض مساحتها واسعة جداً والخريط بتغطي مساحات كبيرة فعلماء الجغرافيا والفلك رسموا شبكة لخطوط الطول ودوائر العرض يعني خطوط تقطع الكرة الارضية من الشمال الى الجنوب خطوط وهمية طبعاً ودوائر تقطع الارض من الشرق الى الغرب طيب ده لتسهيل طبعاً دراسة سطح الارض ولتسهيل تحديد المواقع يعني احنا من خلال الخريطة دي لو انا عايز احدد موقع مدينة اسواء انا مش عارف فين اسواء طيب اقدر اعرف انا مثلاً سائح اجنابي وعايز اروح اسواء فطبعاً اي خريطة عادية هتديني ان اسواء جنوب قنوة في مسافة لكن انا عايز احدد موقعها الجغرافي والفلك بسيطة جداً احنا انا عندنا دايرة عرضة هاي 24 بتمر في اسواء دايرة عرض 24 وعندي خط طول اهو 32 يبقى اسوان تقع عن خط طول اتنين وثلاثين مع تقاطعه مع دايرة عرض اربعة وعشرين نركز فيه الفكرة دي طيب نحدد موقع مدينة تانية بسيطة جداً هنحدد موقع مدينة القاهرة مدينة القاهرة عن خط طول 31 ودائرة عرض 30 القاهرة عن خط طول اهو 31 اهو ودائرة عرض 30 طيب يبقى الفايدة الاساسية لشبكة خطوط الطول ودائرة العرض هي تحديد موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودائرة العرض اعرف المكان دا عند دايرة عرض ايه وخط طول كا دا يريحني كتير ويساهم في تحديد مواقع المدن والبلدات نبص على خريطة زي دي مثلا عندنا هنا العنوان اهو موقع الفلكي لمصر دا عنوان الخريط تاني حاجة المفتاح موجود عندي دليل الرموز والالواء عندي مقياس الرسم موجودة اهو تماء عندي شبكة خطوط الطول ودائرة العرض عندي الشكل اللي انا قلتلكوا عليها هو ان في بعض الاحيان او في كثير من الخرائط يعني بيبقى صعب ان هو يرسم وردة البصلة كاملة فبيسهل الامور بس ان هو يرسم ساهم كده بيشير لاتجاه الشماء عشان بس ما نطلق بطش هو بس الفكرة ان دي تبسيط لوردة البصلة بدل ما يرسمها كاملة بيرسم جزء منها طيب نتعرف كده على اهمية الخريطة ليه الخريطة مهمة في حياتنا ليه احنا عدنا نتكلم على الخريطة وعناصرها ويه لان انت كطالب بتستخدمها في المذاكرة ولو عايز تتعرف على مكان عايز تروحه فبرضه تبص على مكان على الخريطة عشان لما تروح هناك تبقى عارف هو موجود فيه كمان بيستخدمها الفلاح في تحديد ملكية الارض الزراعية بتاعته فبيقدر يرسم الحدود بتاعته والفواصل بينه وبين جيرانه باستخدام الخريطة اللي هو بيكون محتفظ بيها بنسميها هنا في مصر خرايط فك الزماء بتحدد ملكية كل فلاح بالنسبة للي جنبه كام سهم وكم ارات وكم فداء بحيث ما يحصلش اي اختلاف اثناء عمليات الزراعة وحرص الارض وجني المحصول وفلاح يتعدى على ملكية غيره زي ما احنا عارفين طبعا بيستخدمها الجيش في تحديد المواقع الحربية والعمليات العسكرية كلها بتعتمد على استخدام الخرائط عشان يحدد المواقع بتاعته ومواقع العدو وغيره السائح في اي مكان في العالم طالما رايح بلد غريب لازم يستخدم خريطة معاه لان ده بيسهله طبعا طبعا هنتكلم كمان شوية طبعا كانت التقنيات القديمة لكن مازال بيستخدمها الكثير من الناس في ان هو يكون معاه مجموعة من الخريط بتحدد له طبعا المكان اللي هو رايحه السياحي او الاسري عشان يقدر يتحرك بسهولة وما يتهش بيستخدمها ايضا الطيار وقبطان السفينة لتحديد الايه المواقع هذا استخداء بالاضافة طبعا للخريطة ممكن بنستخدم بقى تقنيات حديثة دلوقتي طبعا الخرائط الورقية ديت كانت بتستخدم في القرون الماضية لغاية فترة قريبة ولغاية دلوقتي برضو مازالت مستخدمة لكن طبعا في التلاتين اربعين سنة اللي فاتوا تقريبا من التسعينات ومع ظهور بقى اجهزة الحاسبات الالية وتكنولوجيا المعلومات والانترنت والاتصالات بدأ العالم كله يتجه ليه الاسهل بقى بدل الحلجات الورقية الخرائط الورقية بدأنا نتجه للخرائط الرقمية اللي هي حاجة من الاتنين يا صور جوية زي ما احنا شايفين كده صورة جوية زي دي طيارة هي حتى الخيل بتاعه تصورت المكان ده انا ممكن ارسم بقى الخريطة دي اعمل الخط ده اللي هو الشرع اللي ماشي هو وده طريقة هو التاني تماء وابدأ احول ده من شكل هو صورة احولها الخريطة بمعلومات طبعا مقياس رسم احددنا مقياس الرسم بيتحدد عن طريق ارتفاع الطيارة واقدر كده خلاص رسمت خريطة ليه الحي ده او للمنطقة دي بسهولة خالص بدل منزل على الارض واقس المسافات ما بين البيوت واقعد ارسم بيت جنب بيت وارسم الطريق ده والكلام ده بمنتهى السهولة الطيران او الصور الجوية بتقدر تريحني من التكليف دي وببساطة خالص صورت لهوت سطح الارض والتالي انا اقدر ارسم له خريطة طبعا حاليا زي ما احنا شايفين الصور الفضائية فيه آلاف او مئات كما مئات او آلاف من الأكبر الصناعية موجودة فيه الفضاء حول الكرة الارضية وبتلتقط لسطح الارض صور لحظية كل ثانية بيتصور سطح الارض اقدر من خلالها طبعا ان انا اعرف في المثل المناخ اعرف لو فيه كوارث بيئية اعصير فيه طبعا اي حاجة وورده اقدر استخدم الصور دي في ان انا ارسم خرايط دقيقة وسهلة لسطح الارض واتابع اي تغيرة نتكلم اكتر عن الصور الجوية طبعا دي منذ اختراع الطيران اصبح من السهل انه يثبت فيه الطائرات دي كاميرات من نوع خاص بحيث يصور سطح الارض وهي تعطينا طبعا صورة حقيقية لسطح الارض والمعالم بتاعتها كما تساعدنا في رسم خرايط اكثر تفصيلا وضق الصور الفضائية يتم التقطها باستخدام الاكمار الصناعية لكن لها ميزة عن الصور الجوية ان الصور الجوية بتوطي مساحات صغيرة طبعا بالنسبة لما يمكن ان توطيه المرئيات الفضائية او الاكمار الصناعية الامر الصناعي ممكن يغطي مصر بحالها او قارة افريقيا بحالها او العالم بحاله لانه على ارتفاع عالي جدا بينما الطيران مهما كان هو على ارتفاعات اقل داخل الغلاف الجوي للارض وبالتالي بيغطي مساحات اقل طبعا في نهاية الدرس احنا معنا طبعا اختبار الكترونة او سهلنا عليكم الامور بدل ما نضع اسئلة في خلال الحصة واضع معنا وقت احنا حطي لكم هوة كيو ار هنعمل للكيو ار ده اسكاء بالموبايل هيفتح لنا الاختبار صحيح اسئلته مش كتيرة يعني لكن عن طريق الاختبار ده طبعا هنبدأ نقيم نفسنا وان شاء الله طبعا بعد ما هتعمل هتحل الاختبار هتعمل ارسال للاجابة وحنشوف الاجابات وبإذن الله نقول اسامة طلبة المتفوقين معنا اللي قدروا يحلوا الامتحان ويجيبوا درجات كويسة الحصة الجاية ان شاء الله شكرا جزيلا لحضراتكو طبعا مهم جدا في نهاية الحصة ان احنا نراجع على اهم اللي احنا تكلمنا عليه اللي هي ادوات تحديد المواقع عندنا ثلاثة ادوات هي الخريطة الصورة الجوية الصورة الفضائية تمام وتكلمنا على عناصر الخريطة وتكلمنا على حاجة مهمة جدا اللي هي استخدام مقياس الرسم استخدام وردة البصلة من المهم للطالب في سنة ربعة تدائي مع اول حصة انه يقدر يحدد على الخريطة الشرق والشمال والجنوب والغرب احنا بنتعب بصراحة لان ديت مهارات الطالب لازم يتعلمها من اول حصة هتريحنا بعد كده لانه هيفضل يستخدم المهارة ديت طول السنين الجاية الجغرافيا اهم حاجة فيها هي مهارة تحديد الاتجاهات هتفرق كتير معانا في المنهج في الحصص الجاية وفي طبعا ربعة وخمسة وستة والسنين الجاية ان شاء الله شكرا جزيلا لحضراتكم مع تحيات الاستاذ احمد محمود السيد خبير تدريس المادة بوزارة التربية والتعليم مع تمنياتنا بالتوفيق الادارة العامة للمحتوى التعليمي بوزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته